نضم إلينا الإعلامي والناقد الفني عاصم بكري أستاذ عاصم مرحبا بك اليوم لدينا ضيف مميز على ما أعتقد كنت قد نوهت في نهاية فقرة أدران صحيح هو الفنان الكبير والصديق العزيز جدا الأستاذ سامح السريتي وهو من الشخصيات البعد الفني ليس التعبير الوحيد عنها لأنه له اهتماماته القومية جدا وأذكر أنه سر تعرفنا أنه كنت أقدم حلقة وكان فيها بعد قومي مهم كان لدي برنامج في الفضايا المصرية اسمه وطني الأكبر فلجدت يبحث عنها عايز يعرف هذه الضيفة التي تتكلم عن هذا البعد القومي المهم فأدركت اهتماماته وربطت بيننا هذه الصداقفة التي أزهبها وأعتزها وهذه فرصة أن أشكرك صديقي العزيز على هذا الإطراء الكريم الذي تناولتني به وهو لو مثمن عندي جدا خاصة حينما يأتي من فنان أيضا وله يعني علاقته الوثيقة بالمسرح وبالفنون وبالأداء التعبيري فأشكرك شكرا جزيلا يعني هذا أقل ما يمكن يا أستاذ على كل حال ضيفنا على ما أعتقد معنا سنترك لك الترحيب به وربما نتدخل ببعض الأسئلة طبعا نتدخل تأكيد سنستغل هذه الفرصة المايكروفون لك أستاذ عاصم رحب الأستاذ الفنان الكبير سامح السوريتي أولا أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الإطلالة الكريمة يا أهلا وسهلا يا أستاذ عاصم ودي يعني بصراحة فعلا بوجودك يعني أثبت أن رمضان كريم الله يخبر أنهم يصطدفوك ويوصلونا ببعض فده معناه أن رمضان كريم فعلا الله أكبر واتحياتنا لكل الأساد اللي موجودين طبعا أستاذ سامح نحن بنرحب فيك ومنحبك كتير ولديك الكثير من المحبين هنا بالستوديو معنا اليوم المنشد القطري حمد مونير الهاجري والحكواتي حمزة العقرباوي من فلسطين وأنا وزميلي رشيد أيضا نرحب بك يا أهلا وسهلا بحسد عددكم مع بعض شكرا سامح أنا سأطرح عليك سؤال يعني يتعلق بهذه العيون الطيبة يعني منذ زمن ونحن نتابع الدراما المصرية ونراك فيها بغض النظر عن الشخصيات التي تلعبها في عينيك دائما هناك عمق عمق يعني الشخصية عميقة في داخلك والآن وأنا يعني أنظر إلى الشاشة وأرى وجهك البهي وهذه العيون التي ما زال فيها ذلك العمق رغم مرور الزمن والله يعطيك طولة الصحة والعافية ما سر هذا العمق يقال أن العيون هي مرآة الروح لهذا الحد روحك جميلة يا أستاذ سامح يعني أنا أشكرك جدا وأتمنى أن يكون ده صحيح ولو كان صحيح فعلا فهو فضل من ربنا سبحانه وتعالى أنا لا أملك منه شيئا فقط أني أحب الأخر أحب الناس أحب أحب الأماكن أحب أحب كل ما نحاول يعني فيمكن يكون ده أقول إحتمال لكن هو في الأول والأخير الإجابة الشافية بالنسبة بالنسبة لي أنه ده كرم ونعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى نعم أستاذ سامح يعني حينما أرى الأسى الذي توجهت به إلى شيخ العرب همام وأنت باللغة أو بأسلوب الصعيدي ترفع يديك بجوار رأسك وتقول له عن إيش اللي حصل وإيه اللي حصل دي الدنيا خربت وهذا الأسى الذي يعني تملك عليكم المشهد كله باعتبار أن هام عربية تسقط في منطقة عربية ما كيف يمكن إسقاط هذا المشهد على كثير من مشاهدنا المعاصرة يعني بالتأكيد لما بيكون في حالة صادقة فهي بتعبر عن نفسها في كافة الأسبنة وفي كافة المواقع وإنه يمكن دور عيسى الهواري اللي أنا كنت عامله يمكن من الأول خالص كان حاقد وحاسد شيخ العرب همام وحاسس أنه كان أولى باختيار الأب ليه باعتبار أنه يعني بيخلف وحتفضل السلالة موجودة أما الشيخ العرب همام ما عندهش أبناء فكان في حالة بس كانت أبعد ما تكون عن الوطن يعني دي حالة شخصية جدا لما الخطر جه على الوطن ظهر المعدن وخاصة أنه الخطر ده جي نتيجة خيانة والخيانة لا تحدث إلا من أقرب الناس فهي بتبقى مؤلمة وبيبقى طعنة يعني وجرحها جرح دامي لأنه بيبضل يدمي الدمه ما بيخلص لما بتحصل خيانة بيبضل دمها كما لو كان بيبضل سائل على طول يعني يمكن الخنجر ممكن الدم بينشب بعد ما فيش دقائق لو ضربت خنجر لكن طعنت القريب دي بتكون بتفضل بيبقى ناتجتها سيئة جدا وده اللي حاصل في كثير من المواقف والأزمانة وسقوط هذا الرجل نتيجة ما الخيانة عملت إيه؟ عملت تفرق واللي كانوا بيحاولوا بيعملونهم بيحاولوا دائما يزرعوا الفتن عشان يفرقونا عن بعض وتمكنوا مننا وإحنا لو ما وعناش لده لو حسنا أنه لو كل واحد في جزيرة منعزلة ده بداية السقوط لأن أمننا أمننا العربي من المحيط للخليج مش أمن دولة الوحدة خالص وبتبقى نظرة قصيرة لو بصنا أن كل واحد حاول يأمن بلده بس لأن أمننا أما بيكون في حد عشان تحمي بيتك احميه من أول الشارع انصحنا أستاذ سامح انصحنا كإعلاميين هذه المعلومة أمن العربي مشترك مصيرنا مشترك ووسائطنا ينبغي أن تكون متحدة هذا كلام بالنسبة للأجيال الجديدة إن شاء كيف نقنعهم بأنه حقيقي كيف نقنعهم بأنه ضروري كيف يؤمنون به في الواقع العملي هو الحقيقة احنا مش عايزين نتوجه اليوم هم لأن دي جينات ورسية وشفناها شفنا الألم ألم الشاب العربي وبعدين ابتدين يمكن ما يحدث فيه فلسطين الآن ما شفناش رده في الشارع العربي زي ما شفنا رد الفعل في الشعوب الأوروبية بشكل عام يمكن لأن الشاب العربي أصبح لقى وسيلة للتعبير وهي الشبكات التواصل الاجتماعي فتشوف تقول ده عمر الشاب لا يتعدى 16 سنة 17 سنة 20 سنة وتلاقيه كما لو كان حافظ التاريخ وتلاقيه انفعاله عن ما يحدث فيه فلسطين انفعال كبير يعني ضخم جدا وقام بدور كبير جدا في توصيل الرسالة لجميع أنحاء العالم مستخدم السوشيال ميديا فإحنا شبابنا بخير وشبابنا عارف رادع القومية العربية ورادع الأخوة العربية من أبوه وأمه وهكذا فده متوارس عندنا وبيفضل شعب مصر على طول يفضل شعب مصر والشعب العربي على طول حيفضل كده هي المسألة أنه نعبر عن إرادة الشعب العربي هي دي محتاجين أنه نعود كلنا على مائدة واحدة عشان نعبر عن رغبة الشعوب يعني ده المفروض يعني إيه إذا اشتكى منه عضو تباع له سائر العضاء بالله أستاذ سامح ده موجود لدى الشعوب نعم نعم أستاذ سامح بما أنه عم تحكي عن تفاعل الشباب العربي مع السوشيال ميديا وكنت انتقت السوشيال ميديا يعني قبل ربما هيك فترة وجيزة كنت حدثت أن السوشيال ميديا هي شيطان الغرب على الرغم من أنه هي أيضا كانت هذا المرسال بقضايا العرب إلى الغرب والتي أنزلت كما تحدثت قبل قليل الشارع الأوروبي إلى الميادين والتي أيضا شعرتهم يكونوا ربما على علم أكثر بالقضية الفلسطينية أخبرني أكثر يعني هل فعلا لا تزال ترى بأنه السوشيال ميديا بشكل عام هي فعلا شيطان الغرب هي غير محبذة لا هو بالضبط سلاح سوح الدين يعني لابد أنا نقضت سلبياتها نعم ونقضت الاستخدام السيء لها لكن بالتأكيد لازم أستخدمها كأداة لتوصيل الرأي وتوصيل الفكر أستخدم إيجابياتها باعتبر أن اسمها شبكات التواصل الاجتماعي أن يكون التواصل الاجتماعي في الخير وفي القضايا اللي بتهمنا وفي تربيتنا تربيت تربيت الناشئ وتوحدنا أنها تعمل دائما على قبول الرأي الآخر وما تقبلش أن فتن تحدث بنا أن هذه الشبكات التواصل الاجتماعي بتستخدم أيضا في بس الفتن لكن في الآخر لها إيجابياتها اللي فرضت نفسها لها لما حد ما بيقدرش يصرخ ويقول رأيه بيصرخ ويقول رأيه من خلالها لكن نتمنى أن يكون هذا الرأي مبني عن موقف موضوعي واعي ما يبقاش منقول ما يبقاش موجه فبالتأكيد هي لها سلبيات ولها إيجابيات ولازم الشاب من الجرمان نقول له على فكرة الشاب قدر يستخدم هذه الوسيلة اللي هي أعتقد أنها بالتأكيد موجودة ومجروعة لبس الفتن بيننا ابتدى يستثمرها لتوصيل رأيه للعالم أستاذ سامح أنا بناء على هذا الحديث وأنا أستمع إليك وهذه أول مرة أستمع إليك كن دائما أشاهدك كممثل على الشاشة اليوم أقول أتمنى أن نستضيفك في حلقات أخرى نتحدث بعمق بالثقافة بالفنون بالمسرح بالسينما بدراما تلفزيونية بالقيم الإنسانية بمستقبل الشباب للأسف الشديد ضمن هذا البرنامج أهلا رمضان يعني المساحة قليلة بعد في وقت وفي أمل نعم في أمل مرحبين فيه إحنا كل الوقت لذلك نتمنى أن نستضيفك على العربي أثنان ونتحدث أكثر بعمق في قضايا كثيرة يعني شائكة شكرا بحضورك معنا شكرا على كل ما قدمته في أدراما تلفزيونية وفي الفن أنا لا أشاهد والمسرح بشكل عام أستاذ سامح أنت حدد الموعد وإحنا جاهزين بكل التفاصيل سننسخ مع الأستاذ عاصم تحتأمركم في أي وقت وأنا سعدت بلقائي معكم جدا وتحتأمركم في أي وقت طالما حنوصل المشاهد قيمة إن شاء الله بأمر لكم شكرا لك تشرفتنا أستاذ سامح أصريتك المفنان العربي المصري شكرا جزيلا لك شكرا أستاذ عاصم